انا كنت عايز اشترك الكاركولات انا كده اتطمنت بصوا بقى الدل اللي كان عنده حسد وكان عنده سحر وكان عنده حاجات من الشهر اللي فات واضح ان فيه تعافي فيه مجموعة كبيرة ولا بأسة بها تعافت في الفعل فيه هنا معافاة من علة او من مرض او من شيء كان تعبك ممكن يكون كانت حالة نفسية ممكن يكون كان سحر ممكن يكون كان مرض عضوي بس فيه تعافي وبنفوق وبنصح صح والدنيا بتبقى احسن او ممكن يكون لي تفسير تاني ان الدل بيطلق حكم نهائي على شيء الفاته ده كنت عايز اشوفه فعلا فيه والحمد لله طلع فيه فلوس من شخص كبير شخص كبير ده ممكن يكون مدير في العمل بالكافأة يدل مكافأة مالية ممكن يكون اب او ام بيده لأولادهم ممكن يكون ورث لو الاب والام وتوفيين ممكن يكون زوج بيده لزوجته المهم ان فيه حد اعلى منك يدي لك فلوس زي ما انتم شايفين كده الصورة شرحة نفسها حد اعلى يدي لك مبلغ مالي ان شاء الله برضو انا مصرر ان حد الدلوه هيجيله فلوس فهو مفيش تطور مادية الحد المادية مش هتتحسن مش هتتطور انما فيه فلوس جاي في مبلغ مالي جاي وحيساعد اكيد اكيد يعني اددلو اهو يعني الصورة باينة خيرة برضو اددلو على فكرة من الابراج المزبزبة جدا اتخاذه القرار ده من اصعب الاشياء في حياته لانه مش شكاك يعني هو ممكن يقول عليه شكاك مش واصبك بالشيء يمكن يدي زكا كاملة فهو متردد جدا في قرار معين ومركز في الشيء جدا وهامل الشيء تاني وراه شايفين هي بتعمل ايه بتبلق مية بتشالها من المية بترميها في الارض اوكي ماشي بتسقي الزرع اتفقنا بتعملي حاجة بس في حاجة وراكي اهم انت مش واخد بلك منها او مش واخد بلك منها فنركز على الصورة الاكبر يا دل ركز على الصورة الاكبر الدل ومشاء الله عنده علوه شأن في العمل الناس اللي بتشتغل عندهم ترقية ومش هازم تكون ترقية بالمعنى او حتى انو حد بيقولك برافو انت شغلك مية مية انت ليك مستقبل حفيني الكلمة دي دي بريزل حد هيقولك برافو وانت هتكون فخور بنفسك وهتكون فخور بالعمل اللي انت عمل وناس بتهنيت كمان ممكن توصل لحد الترقية وممكن تبقى مجرد يعني اتراق بسيط يعني الدلو عنده اخناءة شغالة جندا جدا فيه اخناءة فيه حرب فيه هنا حال الدفاع من نفس لا انا ما عمدتش كده لا فيه زل حال الدفاع عن النفس جديده هورم تنشن وعنده شبه اتزانه بايز يعني حيفيد يفقي الاتزانه الكارت ده نصحته اسبت ما كانت يدن وبرضو دي بقى نصحتي انا مش نصحت التروم انت لازم تضيف برضو لكروتك لو انت شايف ان الموضوع لا يستدعي انك انت بدافع عن نفسك او تثبت العكس كبر دماغك خالص اللي عايز يفهم حاجة يفهمها انت ماشي صح انت بتعمل اللي عليك خلاص ملاكش دعوه ولا تدافع عن نفسك ولا تبقى في الحالة النيار اللي انت فيها دي او انت في حالة منافسك شديده جدا المنافسه جديده وانت بتبدل قصاره جهدك انك تثبت نفسك لو هو ده الحال اه اسبت مكانك وذوقك ان شاء الله هتوصل لحيك خير جايلك يا دل خير جايلك بسرع اما انت خير عملته في حد زمان ودلوقتي بتردلك او حاجة اشتغلت عليها كتير وما اخدتش الفايدة بتاعتها ان شاء الله هتجميها دلوقتي الدلوق طبعا خائض معروف والدلوق برضو بيتحمس اول البدايات في اولها اي مشروع جديد بيبتديه اي حاجة جديدة بيعملك يقوموا يتحمس لها جدا ومزيها كل طاقته وتركيزه وهو يفقد الاهتمام ويبتدي يزهع ويشوف حاجة تاني من غير ما يكملها كمل اللي انت بتبتديه طالما لقيت فيه نتيجة كويسة في حاجة كمان نصيحة تاني يا دل وفيه شخص قريب منك الدل مش بيتمنى لك الخير وبينصحك نصايح مش مفيدة لك هذا البرص اللي قاعد هنا هذا الكائن التفايدي سويا ده هو واحد حسنا توفايدي يعني برشط من اخر فاعمل هو ايه بيستفيد منك بحاجة ده مش بيتمنى لك خير خلي بالك وركز معي جدا ونصحتي دايما للناس خلي اعدائك اقرب من صحابك الدلو صابر على حاجة صابر على شيء متحمل شيء افتكر الاعداء اللي عنده دي حالة الدفاع عن النفس او حالة المنافسة اللي هو فيها دي ما خليه ما طغوط عنده صبر عنده صبر صابر على حاجة اللي هو يا الله مطولك يا روح ربنا يديني القوة ربنا يديها لك ان شاء الله وتأكد ان اللي بيصبر بينولك هتاخد شيء كويس اكيد في الاخر في حاجة جديدة خالص انت دخلها يا دلو اما انه انت مسافر عندك سفر او انت بتعمل كرير تاني خالص او فتحت باب جديد من ضمن كريرك حاجة حاجة جديدة والحاجة دي مش ورها طويل يعني يكاد يكون ملامس للسفر اا شد حيلك انت داخل على حاجة فيها منافسة الطريق ده هيكون فيه منافسة شديدة اتثبت مكانك king of swords ده طبعا لازم يطلع على الدلم اهو القائد انه القائد king of swords بس هو مش بس قائد هو زكي جدا هو بيعرف يوس دي النصائح الناس باتصق في رأيه لان عقله ماشاء الله هو كمان زي الجادي في الحتة دي بياخدوا بالهم من حاجات الناس طبعا متخدش بالهم خلينا نكون fair ده 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 نوع من اواع الزكاء النادر الصراحة اسكية فعلا ودايما الدلو لازم يكون هو السلطة السلطة بتنبع من عنده هو هو القائد دي حاجة مش مش سهلة يا دلو لازم تستعملها كويس ما توسقش استعمالها بمعنى اصحة خلنا لخص القرية بسرعة في معافاة يا دلو زي ما قلت الناس اللي كان عندهم سحر او حسد او حال نفسية سيئة او اي حاجة من تعب عضوي ان شاء الله بيتيبوا وبيخفوا وبيبوق احسن ان شاء الله في فلوس جايلة من شخص كدير في هنا حيرة من حاجة وانت مركز في حاجة ومش واخد بالك من حاجة مهمة بتحصل وراك خلي بالك في علو شأن وحالة يعني تحفيز والناس مفسوطة بيك وفخورة بيك كتن اصبر الصبر نصفاح القرارك اصبر على المنافسة اللي انت فيها دي عندك منافسة شديدة يعيني وانت واضح ان انت متوتر حاول تستعيد التوازن بتاعك وتستعمل زكائك المعتاد يا دلو محدش قدر يحقق قدامه الصراحة اللي دلو من ازكى الابراغ من ازكى الابراغ فعلا استعمله بدل التوتر حط ده مكان ده فاهمين قصدي داخل على حاجة جديدة يا دلو حاجة انت مكنش متعودة عليها وطريقها فويل انت قادرة بالحاجة دي نخلي بالنا الورنين هزا البورس شخص قريب منك وبيتغز عليك اوكي وبيلصح مساحة شوائزة او عالاقل مش بيتمنى لك الخير اا نخلي بالنا زي ما قلنا اعداءنا يكونوا اقرب من صحابنا لازم تحط تحت عينك كده وتبقى فاهم وعارف ان هو مش بيتمنى لك الخير ومع ذلك موجود ايه الجمال ده برضو 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 طلع له الامبراطورة فيش فايدة فيش فايدة الدلو عزة نفس اا يعني هوا شايك نفسه شوية فيه سن بجرور بس هو شخص يعتمد عليه وعنى عنده كبرياء طبعا وعزة نفسه زي ما احنا عارفين ما ينفعش تدوس على طرف الدم ما ينفعش بس عنده ايه بقى الصحة هي تحسن الصحة كويسة فيه حالة مرح حالة امان حاسس بامان زي ما احنا شاهدين كرت الشمس من اقوى الكروض طاقته قوية جدا طاقت الشمس يعني بطلع له عنده طاقة حلوة جدا عنده اا حاسس بامان متحوط بصور بيتصرف بعطوية وفيه لعب وفيه اا في حالة انبساط الحمد لله وحالة نجاح طبعا ده بيدل على الصحة وعلى النجاح تمام؟ الناس بقى اللي عايزة ارتباط ننتدال اهو احتفال اجازة خد اجازة اللي محتاج اجازة او ممكن يكون ده زواج احتفال بزواج يعني فيه ناس حيتم زواجها ان شاء الله او الناس اللي تم زواجها وحسن هي محتاجة اجازة روحوا اجازة ده الوقت مناسب جدا ان تتاخدوا بريك وتاخدوا اجازة قبل يعني بتبتدوا الشغل اللي بديد بترجعوا للشغل اللي بديد يعني صبر بردو ادالوا هنا شكل المرحلتين صبرين على حاجة فيه حاجة عاملالهم عب مصبرين عليها ومستنين هم مستنين حاجة يمكن تكون تطور المادي ولو ده اللي انتم مستنينون ان شاء الله هيحصر فيه تطور المادي ده king of pentacles king of pentacles تطور كويس جدا في الحالة المادية وحالة اكتفاء وكمان هتكتدي بيوسط انك شخص سخي وكريم كمان هتدي حاجات لناس محتاجة يعني برافو عليك يا دلو حاجة كويسة جدا جدا برضو ادالوا عنده احيرة في قرارين محتار ياخد قرارين وقرارين بيشبه بعض الاجابة في الكرتب ده تنشو وراء احساسك يا دلو امشو وراء احساسك اللي احساسك هقولك عليه برضو على فكرة دلو عنده في الموضوع ده احساسه دايما بيكون صح بعد ما هتاخد القرارين بانت هتفكر في مرحلة جديدة وهتكون يعني متطلع لها جدا 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 او عودة حبيب قديم او عودة صديق او عودة حد انت قريب منك جدا اه هيرجع يتواصل معك تاني وهيقدم لك شيء ده من ده اللي انت كنت تصبر عليه برضو الامبراطور الحاكم انت اللي بتقمرته طاع اه تحب يسمع تلمات في كل حاجة وكمان انت اللي عليك عبق المسئولية انت المسئول الاول والاخير سواء بقى حطوا الموضوع ده في اي حتة اخر كبير في اخواته زوجه وبيته اه يعني جد كبير هو ده المسيطر وهو ده اللي بتسمع كلام وهو كسب المكانة دي من خلال مسئولية اللي هو شغل حاجة حلوة جدا يا دل احتفلات اه جوازات شمس طلعة صحة حلوة الحمد لله اه صبر على شيء وهيديلك حاجات حلوة قوي خبر حل جداية جديدة حلوة جدا انت متطلع لها قوي عودة حبيب قديم او صاحب قديم او قريب قديم يودك ويعني يبذلك شيء حيرة من موضوع الناه بس الحيرة دي مشيور احساسك ديها يا دلو ان شاء الله احساسك حدلك على الايجابة صحيحة ايه دي المجموعة التانية لبرج دلو القراءة العامة هنشوف دلوقتي دقيقة كده برضو ونشوف الحلال عطفية اخبارها ايه القوف لسه لسه ما قلناش القوف افتكه او لسه اعرف شيء واحد امت تجاولي على كومنت حدرتك بجاوب على كومنت بعد ما بخلص القراءة او ما ينفعش ازاي حقرة حاجة وارجع ابوص على كومنت بالعقل يعني اخلص القراءة وارد بعتيني دلوقتي واقرارك امان وفرح ما فيه الكلام ده خالص حدرتك ليه كده يا برينسس بس ان شاء الله ربنا يبعتك حاجات كويسة تفقلي بس كده تفقلي وعليكم السلام اميرة اهلا اخيرا يا اناس ايه اوكي 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 مش الحوت موجود اقمن في الصفحة حاببتي والجاد دي حنقرق ايه جدا يا ملاكي ايه بالضبط كده يشام هو ده احمد باكي برابو عليك مرسي جدا لزوءك ايه لا لا مش بعرف اللي هيحصل الحاجة احنا بنلعب هنا احنا بنلعب مين قالك ان انا عرف حاجة خالص طب بص انا كنت سايباك تقول كل اللي انت عايزه وتنطقت زي ما انت عايز انما تقول عليك كفرة خد انت بقى الزنب ده وتفضل كتير من هنا مش من حق تقول عليك كفرة خالص انت بخالف جواي عشان تعرف مين يكون احسن منك مئة مرة عند ربنا باي يلا نشوف الحاجة العطفية للمنوعات تانية نشي اي ناس قوي منتظر حبيبي يا ربي يرجعلك يا نور يا رب اوكي السمطوم تلاتة علشان اااا يعني تكون اقرب يعني يكون عندنا معلومات اكتر انما لو قلت البورد كل عباده في قراية واحدة مش حيبقى فيه تفاصيل كتير قدرين فرحتين ان شاء الله يا كاتوشة بإذن الله حبيب ممكن اعرف ونشارك ايه ونشارك ايه ونشاركه ما اكتر قدرنانو انا معلش سوريا ولاك ده موضع مش الموقعه خالص مش عاري الدرجة انا مش عارفها يا حديث ريس انا عارفها الاسم اسمه سندري يعني هتروحي للكوفر بتاعك بتقولي لي عايزة اعمل سندري بس سهوم البنيات يعني احنا بنيات بشكرك يا عماد بشكرك قوي انا كده يجب حاجات صحية كتير انا بورجيت اوكي مرسية دي يديرة على المانشن وعاكلام الحلو ده طيب اتأخرنا على القرية اا نبتدي دي القراءة العاطفية دي المجموعة التانية بورج التالي احمد يا طرق طرد لاختار القراءة